على وقع تقدم كبير تتواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ديبلوماسيون غربيون أكدوا حصول تقدم في مجموعة من النقاط الخلافية في مقدمة هذه النقاط مسألة رفع العقوبة الدولية على إيران وزير الخارجية الأمريكي أعلن في هذا السياق قرب التواصل إلى اتفاق نهائي على الرغم من الصعوبات المطروحة هذه المفاوضات استمرت لسنوات وخلال الأيام القليلة الماضية أحرزنا في الواقع تقدما كبيرا ولكنني أريد أن أكون واضحا مع الجميع بأننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي نريدها بشأن القضايا الصعبة وإذا تمكننا من الاتفاق على القضايا الصعبة خلال اليومين المقبلين فقد نتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع وإذا لم يحدث ذلك فلن نتوصل إلى اتفاق وسنعمل بجد خلال الساعات والأيام المقبلة الجانب الفرنسي حرس على التأكيد بكون جميع الأوراق لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات من أجل توصل الاتفاق خلال أيام المقبلة اتفاق يمكن من تحقيق الأمن العالمي تفصلنا 72 ساعة عن مهلة المفاوضات وكل الأوراق لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات المسألة الرئيسية تتمثل فيما إذا كان الإيرانيون سيقبلون بالتزامات واضحة ونعمل بالتوصل إلى اتفاق لضمان الأمن والسلام لغة التفاؤل لم تغب أيضا عن إيران كبير المفاوضين الإيرانيين أكد التوصل إلى حل الكثير من القضايا المتعلقة بالعقوبات فيما لا تزال خمس نقاط رئيسية مطار خلاف بين الأطراف المتفاوضة وفي خضم المفاوضات الحالية تلوح في الأفق بوادر التوقيع على اتفاق تاريخي ينهي عقودا من العقوبة على إيران ترجمة نانسي قنقر